هنيجي الموضوع المهم اوي اوي الا وهو الرندر ايه موضوع الرندر موضوع الرندر بشكل مبسط انت اديت امر لكمبيتر الامر دوت هو مش قادر ينفزه مباشرة عايزيت يعمل معالجة للامر عشان ينفزه طيب اعرف منين الامر اللي عايز معالجة من الامر اللي مش عايز معالجة ابص هنا هكبر على التايم لاين بلاقي خطين خط فوق للفيديو وخط فوق للايه للأوديو يبقى الخطين دول ايه خط للفيديو وخط للأوديو لو هو الرماضي كده يبقى انت ما عندكش اي مشكلة اعمل اللي انت عايزه يعني ايه اعمل اللي انا عايزه مش محتاج رندر طيب كلباية زي كده اتغير الزمن بتاعها زي ما احنا شايفين اللي سبيد عمانة تشينج اللي سبيد بتاعتها بقى مديني لون اخضر اه لون اخضر يبقى محتاج معالجة طيب هو بيوريني الحاجة اه هو بيوريك الحاجة لكن بيورها لك مش بالهاي كواليتي باعتمدش عن النقطة ديت وروح اسجل بالوضع دوت عشان حاجة بتشايفها اه انا ممكن اكون شايفة كده من غير مشكلة لكن في الحقيقة هي مش بالهاي كواليتي هي عايزه معالجة لكن هو هيوريها لك مؤقتا طيب هنفرض ان انا عندي لبازة كده و جيت ردتها فلتر الدني خط احمر معنى خط احمر ايه ان محتاج معالجة كل ما يجي اشغل يديني الشاشة الزرق ديت unrender شيء سخيف بيحصل لي كتير جدا طب عايزه اشتغل مش كل شوية هعمل render 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 في حل مؤقت لكنه مفيد جدا 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 ممكن اجي على الريل تايم ديت وقوله ايه unlimited unlimited يعني ايه ما تشغلش بكفاءة عالية قوي لكن وريني ايه اللي بيحصل ابقى شايف المادة وشايف ايه اللي بيحصل لكن مش بقواليتي عالية ما اعتمدش على القواليتي ديت ايه اسناء التسجيل لازم قبل ما اسجل ابتدي اعمل ايه render للمادة بتاعتي طيب انا باجي من هنا اقوله ايه unlimited real time كمان اقوله البلايباك القواليتي بتاعتك dynamic والframe rate كمان ايه معنى dynamic ان انت لو انت عندك قدرة ان انت تشغل بكواليتي عالية اشتغل بكواليتي عالية عندكش قدرة وعايس اقلي لكواليتي اقلي لكواليتي ما باجبرهوش على ايه على وضع معين ما بقولهوش high او اقوله low او اقوله full او quarter لا dynamic نبقى دا نقطة مهمة ايه بالنسبة للرندر طيب بالنسبة للصوت لو انا عندي مثلا جايب مادة بالذات المادة الحاجات الايه البسري لو انا عندي مثلا مادة جايبها البسري دي وجيت عايز اشغل الصوت الامبسري ده سحبت المادة هنا بلاقي دايما تيت 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 معنا كان الصوت دا عايز ايه عايز رندر يبقى انا محتاج ان انا اعمله ايه رندر للصوت سواء بقى selection او render all او ادوس الاخصار اوامر R ويبتدي يعمل رندر للصوت عالي بيعمل ايه معالجة للصوت لانه ال final cut ما بيشغلش الامبسري بكفاءة عالية لازم بيحتاج ايه render طيب الموضوع ده هيتعبني شوية هيتعبني ازاي افضل الصوت دوت مثلا ايه جيت مثلا غيرتي فيه حاجات عليت الصوت ووطيت الصوت عملت فلتر عليه من فلاتر الصوت بتاعتي اللي انا بيشتغلها فكل شوية هيتحتاج مني ايه هيتحتاج مني render لان الصوت مش متوافق مية في المية كما يشغل انا برضو ايه متعبة في الحلقة ديت انا بعمل حل ظريف قوي باجي على الامبسري ديت احددها واجي من الفاينال من قيمة فايل واقولك سبورت كويك تايم موفي لا ما بختارش كويك تايم موفي بختار ايه سبورت يوزين كويك تايم كونفرشن اعملي عملية التحويل المرة دي هقوله الفورمات انا عايزه حاجه من حاجهات اللي بيستخدمها الفاينال كات زي الويب زي الاف اقوله حاولها لي الويب وقوله سيف بيبتدي يعملي عملية التحويل واحفظها في ايه؟ في صيغة الويب جيب انا ريحت نفسي وحاولتها الايه؟ للصيغة متوافقة 100% لما اعمل لها امبورد للمادة دي اقدر اتشغل بيها عادي جدا من غير بقى ما احتاج ايه؟ رندر لو جيت على المادة دي و جيت هنا طبقت الفلتر اللي انا عايزه ما يطلبش مني ايه؟ رندر في الحالة ديه ونفس الكلام في المادة الايه؟ الفيديو لو انا جاي بمسلا حاجه انتي سيو عايز اشتغلها بال فمحتاج كل شوية رندر او كودج مختلف اقدر اعمل ايه؟ اكسبورد وحوالها لدي في بال اللي هي صيغة الكويف تايم بيشتغلها والفانال كوت شغاله صبورد وبدعمها تماما وابتدي ايه؟ اشتغل بها عشان مش كل ما اعمل حاجه يطلب مني ايه؟ رندر في الشغل انا عشان اعمل معالجه عندي ثلاث اوامر رندر سليكشن رندر للجزء اللي بحدده طبعا كده بوس هيعمل رندر لكله عشان مش محدد جزء معين هادر اعمل cancel ألاقي اعمل جزء رندر ولسه ما اعملش الباقي ممكن اعمل تاني اقوله ايه؟ رندر سليكشن بوس لكن في مشكله احيانا بتحدث هنفترض مثلا ده اللون برتواني واحد كان يعمل رندر سليكشن ومش محدد اللون البرتواني وده اللون اللي اخدر عشان محتاج رندر جه كده مش معالم اللون اللي اخدر طيب كل ما يجي اقوله رندر سليكشن بوس فيش حاجه بتشتغل ليه؟ اوامر R مش شغال ليه؟ عشان انت مش محدد الالوان ديه طيب انا هيفضل ان انا اجي من رندر سليكشن واتأكد ان كل الالوان متحددة عشان يوم ما اعمل رندر سليكشن لبوس يبتدي يعمل لكل الالوان رندر اول او الاختيار وحرف ال R بتعمل لي ايه؟ اي حاجه مش محدد او مش محدد يبتدي يعمل لي ايه؟ اللي انا واقف عليها وبرضه هتأكد ان كل الالوان متعلم عليها عشان اضمن كده رندر قول لي او ممكن اقوله لا اروح يعمل البرتواني بس يبتدي يعمل الايه؟ اللون البرتواني بس هو اللي يعمله رندر ويبتدي يحول بدل ما هو برتواني يخلي ايه ازرق متاليك لكن ساب الله اخضر يبقى انا عندي ثلاث اختيارات في الايه؟ في الرندر